أهلا بكم وحلقة جديدة وانهارك حد رفيع المستوى ما عرفش هو مين ايادي خفية وصوابع شائية وكلام ده الناس تعبت منه ولجان تقصي حقائق بعتقد ان المطلب الحقيقي اللي عند الناس كلها انه يبقى فيه قرارات معلومات مش تساؤلات يبقى فيه افعال واعتقد ده اللي احنا مستنينه في حدث زي اللي حصل انبارح في مجزرة زي اللي حصلت انبارح مهزلة زي اللي حصلت انبارح انه ابني روح يتفرج على مراتش عنده عشرين سنة مايرجع ليش بعتقد انه محتاجين اجابات مش عايزين تساؤلات كفاكده هنكون معاكم على الهواء النهاردة انا وفادي سبا خير يا فادي سبا خير يا عيدة وسبا خير يا مشاهدين والبقاء لله وتعازينا في كل الناس اللي ماتت ويعني يوم حزين خميس اتنين اتناشر الفين واثناشر يمكن كلنا قلبنا وجعنا من اللي احنا شفنا انبارح لكن اكتر حاجة استوقفتني انبارح في الموقف ده كله هي تصريح التصريح الاعلامي للمشير طنطاوي لما قال هو الشعب المصري فين من ده هو ليه ما بيشاركش ليه ما بيقفش للناس دي وهو بس انا واحد ولا مفروض نعمل ايه اعتقد ان القوة المشروعة في الدولة هي للحاكم هو اللي يقدر يستخدم القوة ومعتقدش انه ينفع ان احنا نسيب الشعب المصري على بعضه يعني الشعب لو يبقى كل واحد يشوف العدالة او الحق من وجهة نظره ايه وينزل يقف للناس بقى اعتقد ده ممكن يدخلنا مش في فوضة عارمة يدخلنا في حاجة مش عايز اقولها على الهوى لكن اللي انا شايفه يعني او اللي انا حاسه وكل الناس حاسينه انه مش هنقول الفلول بقى يعني احنا اتكلمنا في العزل السياسي وتكلمنا في حاجات كتير قوي وما فيش حاجة منها يتمت دلوقتي فيه خطة باين قوي ان فيه خطة ممنهجة واستدقاهرة في نفس اليوم يولع ده غير احداث بورسعيد ده غير السطو المسلح يعني واضح قوي انه فيه ناس بتلعب وفيه ناس بتعمل حاجات في البلد هو السؤال لغاية امتى والسؤال دلوقتي مجلس الشعب المنتخب بتاعنا النهاردة هيعمل ايه فاحنا دلوقتي في مواجهة قوية جدا مش عارفين الدنيا رايح على فين خلونا خلونا قبل بتدي نقول الفقرات اقول انه انا جاي نهاردة مدانية تحريكة فعاليا بدأ يتقفل والمرور حواليا وسط البلد بدأ يتغير اتجاهاته لانه فيه نهاردة مسيرات ومظاهرات كثيرة بتطالب كلها زي ما قلت معلومات مش تساؤلات قرارات مش احتمالات مش لجان تقصي حقاق مش لجان بدون افعال يعني فبعتقد ده المطلب لعند الناس كلها خلوني كمان علشان بقول بيومي عليه ضمير يعني انه الحيادات الاعلامية المفروض نحن بنحاول نتاسم بيها هنحاول نعملها بس معلش للأسف شديد قلوبنا كلها مع مع الشباب العدو 19 سنة قلوبنا كلها مع الالترس الالترس اللي كانوا بينواروا الميادين لما كانوا بينزلوا فيها الالترس اللي كان في الصفوف الاولى في محمد محمود الالترس اللي كان في الصفوف الاولى في مجلس الوزراء الالترس الشباب الصغير كله طاقة وكله حب لهذا البلد فقلوبنا كلها معاهم فمعلش لو لقتونا مش حازين قوي بس قلوبنا كلها حزينة عندنا فقرات النهاردة اكيد كلها تبقى بتلف وبالدور حوالين الاحداث اللي حصلت مبارح اولها الصحافة اللي منها طبعا عنوين كانت مكتوبة من قبل ما الاحداث تحصل او قبل ما الاحداث تنتهي فبالتالي هتبقى بتكلم عن حال البلد بشكل عام بس كمان في حاجات لي علاقة بشكل مباشر بما حدث بورسعيته وبما حدث كمان في استاد القاهرة وكمان بما حدث بما بعلاقة ما حدث احنا هيكون معنا دكتور سعد الزنط الخبير الامني والاستراتيجي ونتكلم معه بالذات في حكاية الغابة الامني وان وزير الداخلية صرح قبل كده ان هو قادر على تأمين كل مباراة الدوري العام طب سيادة الوزير صطوه مسلح واللي حصل مبارح واستد القاهرة حضرتك هتعمل ايه تساول كمان بعتقد ممكن نقوله للنقد الرياضي اللي هيكون معنا نهاردة الأستاذ كمان العامر وهو يعني ناس الصوت هتنبح وهي بتقول بلاش دوري وكورة اليومين دول من ساعة موقعت الجلبية من قبلها كمان ملاش كورة يعني خلاص احنا يعني من الشعب كل حاجة تمام يعني جات على مطشين الكورة هما دول اللي هيعدلون حال البلد يعني ما كان ناس كتير بيطالب إلغاء الدوري الحمد لله هو توقف لأجل غير مسمى بس يعني وقت متأخر مش لازم يعايدا نخاف ان احنا نعيش حياتنا لان هو ده اعتقد الهدف المطلوب ان احنا نخاف هيكون معنا كمان الفقرة مع نشط السياسي تاري الخولي هنتكلم معاه من وجهة نظر المشاطات السياسيين لكن خلوني اختم كلامي بعزائي لكل ام مكلومة ابنها عزائي امي نهاركم دايما سعيد نشوفكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر